السلام عليكم كيف حاكم اصدقائي متعمل قناة فوتر كوين طبعا اصدقائي عملة شيباينو ارتفعت بالفترة الاخيرة اخر 24 ساعة ارتفعت بنسبة تقريبا 23% سبب الارتفاع هو عبارة عن فومو اللي صار على العملة بعد الاخبار الشائعة اللي طلعت على العملة رح نعرف بهالفيديو شو هي اهم الاخبار لسبب ارتفاع العملة وهل تم اطلاق البلوكشاين الخاص بعملة شيباينو ولا لا وشو تحليلي لها العملة ابن باش فيديو اصدقائي بتمنى تضع زر اللايك تشترك في القناة فعل زر الدرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمي ولا تنسى انضم لقناع تليجرام الرابط موجود اسفل كل فيديو والرابط موجود كمان في بنار القناة خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو طبعا اصدقائي انا في الفترة الحالية دخلت صفقة شورت على عملة شيباينو بتعرفوا عملة شيباينو بعد كل بام بصير تفريغ وترجع العملة بتنزل محل ما طلعت والسبب هو انو معظم ارتفاعات العملة بتكون بسبب فومو لاخبار طبعا حاليا الاخبار على عملة شيباينو كالتالي الخبر الاول عندي اكبر منصة في كوريا الجنوبية بتطلق عملة شيباينو وبتضيف عملة شيباينو لمنصة وهي منصة اسمها اب بيت حاليا هي اكبر منصة في جنوب شرق اسيا وتعد منصة الاولى في كوريا الجنوبية طبعا انضافت عملة شيباينو على هاي منصة بتطلق دفع على العملة وصار عليها بفوليوم قوي جدا لعملة شيباينو والخبر الثاني كان من شركة شيباينو طبعا شيباينو نزل التغيدي وتتكلم فيه عن موعد اطلاق البلوكتشاين خاص بعملة شيباينو او بما يعرف بالشيبيريوم طبعا الشيبيريوم رح ينطلق خلال الايام القليلة القادمة واطلاق الشيبيريوم رح يعطي دفعة كبيرة للعملة لكن بالفترة الحالية ام بقدر بستفيد به الهبوط اللي رح يصير على العملة وبقدر اهبط الى منطقة 0.401160 مع ستوبلوز عند الاغلاق على التريند طبعا اطلاق البلوكتشاين له فوائد عديدة منه تخفيض الرسوم لحتى تزيل عمليات تداول وطبعا نوع تاني هو الحرق عملة شيباينو اعلنت عملة شيباينو انه رح تم ملتزمة بالعهد رح يتم ذهاب جزء من الرسوم على الشبكة الى حرق عملة شيباينو توقين اصدقائي الرموز او الرسوم اللي رح تاخدها عملة شيباينو عن طريق البلوكتشاين رح تتحول الى دولار يو اس دي وبعد يتم حرق عملة شيباينو هذا الشي بيعطينا زيادة في كميات الحرق طبعا نشوف انه اجمالي عمليات الحرق تجاوز الاربعمية وعشرة ترليون قطعة الاجمالي عدد القطعة للعملة هو الف ترليون تم حرق اربعمية وعشرة ترليون وحاليا عندي التوتل سبلاي للعملة خمسمية وتتسعة وتمينين ترليون قطعة عدد مهول جدا من القطاع لا تتأمن العملة توصل الى الواحد دولار رح اشرح كل هشي بهذا الفيديو حاليا المعروض لتداول هو خمسمية وواحد وسبحين ترليون اذا صار عمليات حرق على العملة رح يتم حرق كمية كبيرة ممكن يخليه واحد ترليون حتى واحد ترليون قطعة هو عدد كبير جدا للعملة فنحتاج لحتى توصل العملة الى السعر الواحد دولار نحتاج عدد قطعة لا يتجاوز الميت مليار قطعة اذا تم حرق هذه القطعة الكبيرة من عملة شيبا اينو رح يتم الحرق من محفظك انت كمان يعني اذا انت بتمتلك مليون رح تمتلك الف قطعة فقط لكن قيمتها وحدة يعني قيمتهم الف دولار رح يضل بسعر الالف دولار او بقيمة الالف دولار لكن عملة شيبا اينو رح توصل ممكن للواحد دولار او ممكن للسبعين سنت لكن متى ما تكن نحتاج العملة ينحرق منها عدد قطعة ويبقى تقريبا ميت مليار قطعة فقط حتى توصل العملة الى الواحد دولار وحتى اذا تم الحرق ووصلت العملة الى الواحد دولار المليون قطعة اللي معك رح يضله بنفس عدد القطع لكن رح يضله بنفس القيمة وهذا الكلام شفنا كثير بكثير من العملات اغلب العضاء او اغلب الاشخاص ما بوافقوني بالرأي لكن هذا الحقيقة لازم قبل ما تستثمر باي عملة تلجأ الى عقلك قبل عاطفتك البلوكشين طبعا عملة شيبا اينو باقي ايام قليلة وينطرح ممكن من خلال الاسبوع القادم يتم طرح البلوكشين اللي هو الشيبيريوم رح يتم حرق او رح يتم تكثيف الحرق على عملة شيبا اينو وطبعا الحرق ليس مصالح مستثمرين هو من اجل زيادة سعر العملة الى الواحد سنت او صفرين واحد لكن العملة او قيمة قطعك اللي انت بتملكها رح تظل هي نفسها ممكن تستفيد من ارتفاع العملة الفوم اللي رح يصير على العملة اللي ممكن العملة تدفع خمسين او حتى مية بالمية وانت بتكسب هذا الارتفاع لكن ما بتكسب اذا معك مليون قطعة ما رح تكسب مليون دولار لاني بالنهاية رح يتم حرق من القطعة اللي تملكها كمان انتهى ازالي خالي انكم وصلنا على الفيديو باتمنى الفيديو يقولنا اعجابك لا تنسى تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس تضغط على لايك حتى وصلت كل جديد في عملة رقمي مع السلامة ودومتم بخير اشتركوا في القناة